شركة كنادية تطلب عميل من دول العربية براتب من 2500 دولار إلى 5000 دولار شهريا وبدون شروط سعبة، بدون سن محدد، بدون شرط اللغة والميزة الجيدة هنا إذا أنت مثلا لا تملك مهنة أو تخصص أو مثلا لم تجد مهنتك متاحة فالشركة تطلب عميل حتى يشتغلوا في المصنع بدون مؤهلات أو شروط يعني حتى إذا أنت لا تملك لديبلوميت ولا تخصص ولا مهنة يمكنك تقديم والعمل مع الشركة الشركة أيضا تساعدك في عملية حصولك على الفيزا يعني أنت قدمت على الشركة وتم قبولك والحمد لله الشركة بعد ما ترسلك عقد عمل رسمي تبقى تتابع معك كامل إجراءات الفيزا حتى تتحصل على فيزا عمل وتسفر وتبدأ شغلك معها كما تشاهدون أمامكم من الموقع الرسمي للشركة اسم الشركة بوس أطلاس الشركة هيري يا جماعة مختصة في تصنيع الهيكل الفولاذية الهيكل الفولاذية هي أعمدة وقوية التثبيت كما تشاهدون في الصور يتم استعمال الأعمدة هيري في بناء محلات كبرى مجمعات تجارية جسور مستشفيات مصانع وما إلى ذلك فالشركة تسنع في الأعمدة والقطاع هيري وتبحث عن عمال أجانب حتى يشتغلوا معها في هذا المجال يعني مطلوب عمال في المصنع بدون مؤهلات أو ديبلومات أيضا اللحمين مطلوب أيضا كهروميكانيكيين مهندسيين والقائمة طويلة خلينا ننتقل إلى صفحة التوظيف ستجد رابط الصفحة راسبية في صندوق التعليقات تدخل لها ستجد معلومات عن الشركة ستجد الخدمات التي تقدمها إذا حابت تعرف معلومات عن نوعية الشغل ومكان الشركة كل شيء موجود حسنا خلينا ننتقل إلى صفحة التوظيف جي من هنا وتضغط عليه ثلاث أسطر في الأعلى ستفتح لكي هكذا أنت تضغط على حيات مهنية وستفتح لكي صفحة التوظيف أنا أصلا سأترك لكم صفحة التوظيف مع الصفحة الرسمية في أول تعليق حسنا تنزل للأسفل ستجد قائمة الوظائف الشغيرة الوظائف لملازتها الشركة وتبحث عن عمال حتى يشتغلوها نحن نقدم مجموعة من الوظائف في مجموعة متنوعة من القطاعات تابع إعلانات الوظائف لدينا للعثور على وظيفتك المثالية كما تشاهدون أمامكم مطلوب مدقق رسم لحام منسق المشروع مدقق الاتصال الهيكلي الكهروميكانيكية عمل موظيف تحميل شاحنات وما إلى ذلك حسنا نفترض أنك أنت لم تجد وظيفة الناس مع مؤهلتك أو أنت ما زل تدرس وحاب تشغل مع الشركة أو عاطل عن العمل أو ما عندك إختصاص من أصلح وقتها تقدم على الوظيفة هذه اللي هي وظيفة العمل أو إذا وجدت وظيفة تتنسب معك تدخل واتقدم عليها حسنا ندخل على وظيفة العمل حتى تنفصل طريقة التقديم بالنسبة لعملية تقديم نفسها أي وظيفة تدخل عليها ستجد نفس عملية التقديم حسنا ندخل على وظيفة العمل نضغط من هنا على سهم السغير هذا هنا كل معلومات الوظيفة الاشياء ستقوم بها في هذا المنسب موجود المهارات والامتيازات طبعا كل وظيفة وامتيازاتها وشروطها ننزل للأسفل ونرغط على تقديم ركز معي جيدا هنا لما ترغط على تقديم ستفتح لكه هكذا أنت تنزل للأسفل ستجد استمارة تقديم تضع اسمك الأول واسم العائلة من بعد تضع البريد الإلكتروني الإيميل الخاص بيك ورقم هاتفك تكتب رمز الدولي من بعد رقم هاتفك هنا تخليها كما هي ستجد اسم الوظيفة لأن تم قدم عليها حسنا هنا يقول لك رسالتك أنت هنا تضع أنك مهتم بالوظيفة وقدر تشتغلها من بعد ترفع خطاب تحفيزي والسي في الخاص بيك واخر مرحلة تضغط على يرسل وهكذا أنت تقدمت بشكل رسمي على الوظيفة لأن معليك انتظار مراجعة طلبك إذا الشركة وفقت أنها تشغلك معها تتواصل معك لعمل مقابلة من بعد تتفهم على تفاصيل العمل والعقد واخر مرحلة قدم على فيزا عمل وتسفر إلى كندا وتبدأ شغلك مع الشركة فقط هذا كان كل شيء في الفيديو اليوم لا تنسى دعمي بلايك والاشتراك في القناة حتى يصلك كل جديد قدمه أول بأول حظ موافق